بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتحدث عن شهادات المفيدة لأحد يعمل في مجال البيم دعنا نسمى 3 اقسام اول قسم خاصة ببيم ودارة البيم وبفهم سيسم ببيم وبفهم كود هناك شهادات جيدة سنراها مع بعض الوقت هناك شهادات تانية الخاصة بسوفت وير سواء تعمل على الاركيكاد او ريفيت او ماجيكاد او تيكلا فالكورسات دي برضو قسم ثاني القسم الثالث هي كورسات اللي ممكن تفيدني بالشرط تكون في البيم بس ممكن تكون مثلا ايه كورس خاص بإدارة المشروعات او كورس خاص بمعلومات عن العمارة او كورس خاص عن إدارة النفس او كورس خاص يعني في بعض الكورسات التانية المفيدة دعنا نبدأ في الاول ايه الشهادات اللي هتفيدني كبيم لأسف هي غالية جدا في شهادة من RICS زي ما انت شايف 995 جن سترليني فهذا مبلغ انا اخذتها لانها مفيدة لي كمدير للبيم او بيم منجر فانت لو خدتها هتلاقي دفعت كتير وفي الاخر ما سفاتش منها ويعني بيش مطلوبة منك كمهندس بيم مثلا فممكن انت باعيز تعرف شوات معلومات فلو انت عايز تعرف شوات معلومات بس بشرط تدفع الفلوس دي كلها احنا عملنا مجلة بيم ارابيا وبنحاول قدر امكان الموضوع المهمة والمفيدة جدا هتلاقي ان شاء الله في المجلة ولو فيه حاجة بشواتحة بنحاول نشرحها فيديو هتلاقي برضو على بيم ارابيا فهتلاقي كل المعلومات لو انت بدهر على المعلومات هتبقى موجود دول عصد اي كتاب تكلمنا بعطولك مفيش مشكلة بس الشهادة مفيدة للواحد شغال في المجال ده شغال بيم منجر وعايز تفاد لو هو بش بيدهر على شهادة ياريت انا بش بيحب الشهادة بس المعلومات مكشب عندي فعدت تدور عليها فلاية شهادة دي في خطة فيه برضو شهادة تانية بري اكاديمي ودي برضو مشاهدات الغالية والقوية في مجال البيم طيب برضو تاني مش لازم كل حاجات تتقال يبقى دي شهادة كويسة ولازم اخدها ودفها فيه حاجات ممكن انت مثلا مهندس مدني ومالكش علاقة بالليد فبتشوف حاجات الاقوى ليك واحد تاني عايز شاف ان المجال بتاعه في القسم دوت محتاج حصر اتحط في قسم محتاج الحصر فمحتاج دورة للحصر فبالنسباله الحصر اهم بكتير من الشهادات ديت فكل واحد يشوف ايه اللي مطلوب منه في شغله ايه اللي هيكاوس فيه بتاعه ايه اللي نقص فيه بتاعه بشوف فكرة ان انا اجمع شهادات واحط 500 شهادة انت ممكن تشهادة واحدة وكون شغال فيها بضمير تبقى احسن وابرك من كل الشهادات اللي احنا اتكلم عليه تمام فيه بقى شهادات زي مثلا اتو ديسك مثلا ممكن تاخد شهادة في الريفت في الاطوكاد في النافس ووركيس في الحاجات دي كلها دي كويسة تمام بس ما دون تخطيها مره ما تحاولش تدخل لتحان تاني و تاني و تاني و رابع مش شاف لها اي لازمة خالص تدفع فلوس على الفاضي انا مفروض بس استفاد خبرة وشغال فيها يعني ما بمتحش لتحان تاني تاني تاربع مرات زي ما هو ما بيقوله او بيقولك الشهادة اللي هتها تلس سنين تمام الشهادة دي مش شهادة كويسة جدا وفري فعشان كده بتمنى الناس تهتم بيها وممكن مشكلة ان هي عايزة نفس طويل جدا تمام الشهادة دي او بلدنج او بيرفورمانس انرايز دي فعلا انا خدت فيها وقت طويل جدا و تعبت فيها جدا بس تستاهل يعني الواحد تتخذ بنا شوية معنات حلوة دي دي فري اي حاجة فري دوس تمام ما دومت ما فيش حاجة لها اولويات عندك يعني لو انت عندك اولويات دلوقتي ومطلوب منك في شغل تعلم اوتوكاد تعلم اوتوكاد يا سلام مدام مطلوبة منك في الشغل او انت محتاجها تمام موضوع ترتيب اولويات ما تشتتش نفسك بخمسمة شهادة او الشهر ده خلص مثلا حاجة معينة الشهر الجاي لو فضيت هخوط حاجة ثانية تمام في حاجة اسمها اودمي دي بتدي كورسات فيها كورسات مجاني وفيها كورسات بفلوس مدام حاجة بمجاني وكويس اخدها بفلوس انا ما ما عنديش مشكلة خاصة انا كده كده بشتبها حاجة بس فرق العملة في مصر وبتاع الواحد بيصعب عليه ان فلوس كتيرة تدفع وانعارف الظروفنا تمام فيه كورسات برضو مجانية تبع حاجة اسمها ادراك دي كورسات قوية جدا وحاجة محترمة جدا تبع الاردن خدت فيها كورسات كتيرة جدا نسفت منها وخاصة كورس اسمه المدينة العربية المعاصرة وكورس عن البيسون انا محتاج البيسون في شغلي فدست لو انت مش محتاجة متخدهاش ممكن واحد تاني محتاج شهادة معانا يخد انا مخدهاش الموضوع تمام فيه برضو open learning ده بيدي كورسات فيها بفلوس فيها ببلاش هتلاقي فيه كورسات انا حاطت كورسين او تلك كورسات حاطت كورس ريفت ارتكشار و ريفت ماب وكورس نفس وركس الكورسات كلها ببلاش خلص الكورس و تاخد الشهادة و تحتفظ فيه بس كلمة اخيرة ما يبقاش هامك الشهادات اهم حاجة ان انت تتشاغل بضمير اختم بقول الامام عليه نبي طالب عليه السلام كيومة كل مرين ما يحسن كيومة كل مرين بش اللي يعرفه او تعلمه اللي بيحسنه يعني تشاغل به بضمير فاهم حاجة بالنسبة لك انت ممكن تتعلم برنامج واحد بس وتشاغل بيضمير تبقى احسن مليون مرة من العمالي جمع خصومة برنامج واحد بش عارف اتكلم حاجة فيه